بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون موجودة في أغلب فترات الحلقة ممكن حضراتكم تبعتولنا عليها أو أكيد ممكن أن تشوفوا محتوى أي جزء من حلقتنا السابقة بتكتبوا العنوان أو الموضوع اللي أنتوا عايزين تعرفوا عنه وبعدين سلاش أو شرطة يحكى أنا دكتور محمد رفعت غالباً هتلاقوا الموضوع ده إن شاء الله لأن احنا الحمد لله اتكلمنا فيه كم كبير جداً جداً من الموضوعات اللي تهم حضراتكم إذا فرضاً ما لقيتوش الموضوع اللي بتدوروا عليه في حلقاتنا السابقة فدي برضو بتكون فرصة حلوة إنكم تبعتولنا بقى ويتنبهونا أو تطلبوا مننا إن احنا نتكلم في هذا الموضوع وإحنا طبعاً بناخد تعليقات حضراتكم وأسئلتكم بكل اعتبار سواء كانت على الصفحة بتاعة البرنامج أو على صفحتي الشخصية أو على الفيديوهات اللي بتنزل في أي حلقة من الحلقات الأسبوع الماضي بدأنا مع حضراتكم رحلة كده قصيرة لكنها رحلة يعني مهمة جداً جداً ودقيقة جداً 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 كانت ضفتنا فيها الأستاذة الدكتورة ريهام حلمي استشاري طب وجراحة العيون والحول وتصحيح الإبصار بكلية الطب قصر العيني وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية دكتورة ريهام حلمي كانت ضفتنا الأسبوع اللي فات وتكلمنا الحقيقة في موضوعات كتيرة قوي وجلنا ردود أفعال يعني ممتازة الحقيقة سواء ردود أفعال جت لنا بشكل شخصي أو على الصفحات حول أهمية الموضوعات اللي اتكلمنا فيها اتكلمنا عن الحاول عند الأطفال وتشخيصه وطريقة التعامل معاه كان فيه موضوعات كتيرة قوي قوي مهمة وصححنا مفاهيم كتيرة برضو خاصة بهذا العضو أو هذه الحاسة المهمة جداً وهي حاسة البصر واللي بدعوكم أنكم تاخدوا بالكم منها جداً ولما تلاحظوا أي تغيرات أو تشكوا في أي شيء تجاهها سواء عند حضراتكم كأباء وأمهات أو بالتأكيد عند أطفالكم فأسروا الطريق وامشوا في الطريق الصح واذهبوا إلى المتخصصين في تخصص طب أمراض العيون علشان لو فيه أي مشكلة لقدر الله التعامل معاها مبكراً أو بدري بيكون أفضل أفضل على كل الحالات وكل الأسعاد وفي نهاية الحلقة في الأسبوع الماضي الحقيقة طلبنا من الأستاذ الدكتورة ريهام حلمي أن نعمل جزء تاني لأن فيه موضوعات كتيرة لسه عايزين نتكلم فيها وهي مشكورة طبعاً استجابت ومقدرين لها جداً هذه الاستجابة نورتينا دكتورة ريهام إزايك عامل إيه؟ إزاي حضرتك الحمد لله بنشكرك أولاً على الحلقة السابقة وعلى المعلومات المهمة اللي ألتهالنا واللي حضرتك ألتهالنا لحياة بأسلوب مبسط ودقيق وفي نفس الوقت خلت ناس كتيرة تعرف الصحة من الغلط في موضوعات كتيرة اسمحيلي أن نحن النهاردة نكمل ما بدأنا الأسبوع الماضي ونبدأ بقى أن نتكلم مع حضرتك حول موضوعات أخرى برضو خاصة بالعيون ومعظم الكلام طبعاً عن عيون الأطفال اللي هي يعني هم أصلاً في عيوننا فعيونهم بقى تبقى جوه جوه عيوننا أول موضوع عايزة أتكلم حضرتك فيه وده كان حقيقة سؤال يعني جالي أنا على الصفحة من أم يعني بعد مرحلة الولادة على طول وقالت أن وهي خارجة من المستشفى تم وصف أطرات أطرة يعني نوع من الأطرة لابنها المولود وكانت أطرة مضادة حيوي فكانت بتقول أنا سألت في المحيط يعني المحيط اللي حوالي قالوا لي آه دا عادي لكن بعض الناس تانية قالوا لي لا ممكن كده يكون فيه مشكلة عند الطفل المولود على هذا الأساس عايزين نطمنها ونطمن كل الأمهات سواء اللي بيمروا بنفس الزرف أو اللي على وش ولادة زي ما بيقولوا هل إعطاء الطفل أطرات بعد العين أمر روتيني وهل دا بيحصل بعد الولادة الطبيعية ولا الولادة القيصرية ولا الاتنين وهل الأطرات دي بتبقى مضادات حيوية فعلاً ولا ممكن مضادات حيوية أو حاجات تانية وإذا كانت بتتاخد فإلى يعني إلى أي مدى أنا سألت كل الأسئلة بقى وسألت حضرتك تجاه طيب مبدئين يعني كده هو كل الأطفال لما يعني ما بتتولد مش بس يعني دكتور الأطفال دا دكتور النسا كمان بيكتب أطرى مضادة حيوي للطفل بعد الولادة يعني دا أمر مفروغ سواء ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية بس دا مش معناه أنه الأطرى اللي بيكتبها دي يفضل يحطها على طول عشان فيه ناس برضو بتيجي العيادة احنا مثلا عندهم شهر ولا بتاعه وبيحطوا الأطرى من ساعة لما هو خلاص كتبها لهم فاكرين انهم ما يفضلوا يفضلوا مشين عليها لا طبعا دا غلط يعني الأطرى دي بتبقى نوع من أنواع المضادات الحيوية وعموما إعطاء الأطرى المضادات الحيوية بالذات في الأطفال دا ممكن يعمل لنا نوع من يعني تسمم في القرانية بتاعت العين دا إذا كانت في فترة فترة طويلة طبعا يعني أكثر من اللازم بالزبط طب الفترة بتبقى اديه بقى هي هو أسبوع 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 بس لكن احنا بعد الأسبوع لو الأم أو الأهل لحظوا على البيبي أنه هو في حاجة يعني غريبة في عينه إفرازات مثلا دموع فعلى طول لازم يتوجهوا لدكتور الأطفال اللي هو العيون طيب أنا فهمت من حضرك دلوقتي أن الأطارات المضادات الحيوية دي بتتاخد بشكل روتيني بس برضو أنا فهم صح ولا غلط معنا كده أنها بتتاخد بشكل وقائي يعني مش لازم يكون فيه مشكلة هو مش وقائي هو كده أو كده مع الولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية غالبا بيبقى فيه جزء من الانفكشن يعني أو العدوى اللي هي السوائل الولادة أو العملية الملابسات عملية الولادة كده كده لازم يتاخد مش حاجة وقائية هي حاجة علاجية لأنه بيبقى فيه آه يعني كده كده بيكون فيه ضرورة لإعطاء الدول بالضبط طيب معلش أنا هنا بس قبل منسيب الجزء دي يعني برضو عايز أسألك سؤال مش عارف هو سؤال غريب ولا لأ بس هو أعتقد أن الناس ممكن تسأله الطفل اللي لسه مولود ده اللي عمره ساعات أو يوم أو يومين إحنا بنحط له القطرة إزاي يعني يعني بنشد الجفن الأسفل ولا بنعمل إيه ولا بنحط مثلا القطرة على قطعة شاش ونمسح له بنديلهم القطرات إزاي لا بيبقى سهل قوي بنشد الجفن كده من تحت بيبقى أسهل من الكبار مش كده عشان ما بيقوموش يعني بنفتح العين بنفتح العين والجفن من تحت كده ونحط القطرة برضو هو سؤال أنا بس بسأل زي ما اتفقنا من الحلقة اللي فاتت أنا بسأل يعني بالنيابة عن الأباء والأمهات اللي بيشوفون بتبقى نقطة فعلا ولا أكتر ولو النقطة جات في الجنب بتبقى محسوبة ولا مش محسوبة فعلا السؤال ده على طول بيتسقي في العيادة على طول والناس معتقدة أن هم بكسرة أن هم يحطوا القطرة ده كده يعني يكون منزود زي الأكل كده توصى بالقطرة توصى كده لا هو النقطة هي نقطة نقطة يعني عايزة أقولك أنه العين بتمتصى 20% من النقطة يعني يا ربي لو حطت القطرة كلها هو برضو العين هتمتصى 20% من النقطة فقط طيب برضو سؤال قصة أنه يخرج بقى بر أو كده هي أصلا هو ممكن قوي تحط القطرة مش لازم جوه العين يعني ممكن على الجزء اللي هو ناحية المناخير هي الأطرة مع حركة العين بتدخل الأطرة بتمتص من يعني جزء معين في القنوات الدمعية في الجزء الداخلي ده تمام أنا هنيجي للقنوات الدمعية دلوقتي لأن دي برضو لها قصة عند كتير من الأمهات برضو بس هسيب بقى الموليد الجدد واللي بياخدوا الأطرة الوقائية وعايز أقول حاجة تانية بقى عند الناس اللي هم الأدلتس بقى الكبار أو الأطفال الأكبر أحيانا بيكون فيه مشكلة في عين والطبيب بيوصف أطرة ليه بنحط في الاتنين؟ يعني ليه بنحط في العينتين زي ما يقول مش شرط على حسب المرض يعني لو الدكتور قالك تحط في العينتين يبقى تحط في العينتين قالك تحط في عين واحدة يبقى في عين واحدة يعني فيه مثلا أوقات بيكون فيه مثلا إصابة معينة أو مرض معين في ناحية معينة صح ساعتها الأطرة بتتحط في الناحية دي بس بالزبط لأنه فيه ناس كتيرة جدا جدا يعني بيتعاملوا مع فكرة الأطرة أنه هو لازم في العينتين حتى لو العين سليمة ده غلط طيب دي معلومة يعني برضو مهمة جدا وقلنا أن المدة اللي بيمشي عليها النظام ده اللي هو قاطرات المضادات الحيوية هي مدة أسبوع قبل بس ما نسيب هذا الأمر برضو لأنه أنت عارفة الموليد الجدد اللي عمرهم أيام دول بيكون فيه حالة يعني طبعا حالة فرحة وكل حاجة عند الأمهات ولكن في نفس الوقت بيكون فيه حالة خوف هلع يعني مش خوف يعني الدرجة القصوى من الخوف فتجاه أي حاجة العناية بالعين بقى يعني هي فيه حاجة تانية غير وضع القطرات يعني هل فيه ضرورة لمسح مثلا العين بالشاشة اللي هو الدائري أو كده ولا إيه بالظبط الشاشة معقمة بمية دافية بس نمسح بسيط قوي العين من بر بس شاشة بمية دافية آه تلات مرات في اليوم مثلا والعين مغمضة عادي آه مع القطر بس وهي القطر بتتاخد كم مرة في اليوم؟ تلات مرات تلات مرات كده خلصنا الجزء الأول أو السؤال الأول يعني نيجي بقى حضرتك قلتي لو الأم والأب لحظوا أي حاجة غير طبيعية بعد انقضاء الأسبوع الأول من عمر المولود ولقوا مثلا إفرازات أو لقوا دموع طبعا الإفرازات بتكون هي اللازجة أو لها لون أو مثلا أو الدموع بمعناها المعتاد أنا بس عايزة أسأل حضرتك سؤال خارجي يعني هو أنا كنت قريت مرة أن الدموع بمعناها المتعرف عليه يعني ما بتحصلش إلا بعد حوالي سبع شهور من ذلك حقيقي آه يعني ما قبل ذلك يعني بعد سبع شهور قوي يعني بعد ست شهور بعد ست شهور؟ طب اللي قبل كده بقى دول دي بتبقى إيه؟ لا اللي قبل كده دول يبقى عندهم مشكلة مشكلة في القناة الدمعية مشكلة في القناة الدمعية والله يعني بيبقى صوت بس مش ما فيهوش دموع طيب القنوات بقى الدمعية أو قصة القنوات الدمعية الأمهات اللي بيقولوا أو الأمهات والأباء يعني برضو إحنا أولادنا يا إما أن ما فيهوش دموع خالص يا إما أن فيهو دموع كتيرة يعني زيادة برضو قصة القنوات الدمعية واللغط أو الالتباس اللي عند الكثيرين اللي هم بيفتكروا وأن حلها بس في عملية التدليك أو اللي هو بينصح يعني بيه اللي هو بالصبعك الصغير والكلام ده كله فمعليش إحنا بقى إيه هنعتبر نفسنا دلوقتي صفحة بيضة وعايزين نفاهم الناس موضوع القنوات الدمعية أو موضوع الدموع ده من الأول عشان برضو نتجنب أي أخطاء ونتصرف صح طيب هو زي ما قلت أنه بعد الأسبوع الأولاني لو الأهل لحظوا أنه فيه إفرازات زيادة أو دموع زيادة لازم يتجه فورا لدكتور العيون طيب دكتور العيون في الغالب اللي بيبقى عنده مشكلة زي دي بعد الأسبوع الأولاني في الغالب بيبقى عنده حاجة يا أم دي في القناة الدمعية يا إنس داد في القناة الدمعية وفيه فرق طبعا بين الاتنين لغاية سن سنة من عمر الطفل الحل الوحيد للبيبي ده أو الطفل ده هو قصة التدليك مع القطرة بس ما ينفعش برضو القطرة زي ما قلت ما ينفعش نحطها مدة طويلة هو أسبوع وإحنا بنعتمد على قصة التدليك ده في باقي العلاج بتاعنا أبتو سنة سن سنة وهي القناة الدمعية حضرتك عفوا على المؤطعة بس هي القناة الدمعية اللي هي في الزاوية الداخلية من العين بالزبط اللي هي نعتبرها من نهاية القناة الدمعية دي بتبقى من بداية العين وبتبقى متصلة بالأنف بالأنف بتبقى متصلة بالأنف طيب التدليك بيبقى بيبقى ازاي حتى يعني الأطفال اللي هما بيبقى عندهم شوية برد شديد بيبقى عندهم احتقان في الأنف ده ممكن يخلي يبقى فيه دموع زيادة وإفرازات زيادة من عينه عشان القناة الدمعية متصلة بالأنف بالزبط التدليك بقى بيبقى إزاي؟ التدليك للأسف بيجي لناس كتير مش فاهمين قصة التدليك ده أو يعني بيعملوه بس بيعملوه بطريقة مش مزبوطة ولو يتعامل بطريقة مش مزبوطة يبقى كأننا ما بنعملوهش التدليك لازم يبقى بالصبع ده الصغير الصغير ولازم طبعا الصبع الضفر يبقى معصوص وكلنا عندنا هنا حتة نشفة ماشية بالعرض ما بين العين وما بين المنخيل تحتي على طول في حتة طرية ودخلة جوه شوي هاي دي المنطقة اللي بندلك فيه التدليك بيبقى بحركة دائرية بسيطة وندوس جوه وفوق وتحت وإحنا بندلك عشان الأهل يعرفوا أو الأم تعرف هي بتدلك في مكان مزبوط ولا لا لازم يطلع إفرازات أو دموع من عينه لو ده ما حصلش يبقى احنا يبقى التدليك غلط ولما بوصف للعيان كده فيه أوقات كتير أهل بيجوا يقولي احنا بندوس هنا بندوس هنا انت بندوس على العظمة بتاعت منخيله أو العظم اللي حوالين عينه فده حيوجع الطفل أصلا فمعليش حضرتك تقولي هلنا تاني هو العظمة في حتة نشفة عندنا ده يعني زي ليجمنت كده ما بين العين وما بين المناخير من فوق تحتيها مباشرة في حتة طرية ودخلها جوه شوي ما فيهش أي عظم خالص ولا حواليها أي عظم هي دي المنطقة اللي بنعم فيها التدليك التدليك كده بحركة دائرية بندوس جوه وفوق وتحت من حركة دائرية الأول حركة دائرية وبندوس جوه وفوق وتحت والموضوع ده أنا ما فيهش يعني بسمه يتشرح لازم يتحس يعني لازم الأم أو الأهل يعني يجي لي طب لا ما عليش يقولي هلنا كده تاني طب ورينا ماشي أنا هوريك بس أنت لازم تحس على نفسك لازم أنت تعمليها بلافسك عشان تقدر تحسه عليه تمام تمام وهنا الأم أو الأب اللي ممكن يعملوا التدليك أي حد يقدر يعمل التدليك تمام وشرط أنه مع أيو صاحب عملية التدليك دي خروج خروج لازم يا إفرازات يا دموع يا إفرازات يا دموع وده في الحالة في الحالتين سواء كان فيه ضيق في القناة الدمعية أو انسداد بالضبط في الحالتين بنعمل كده بنعمل كافل نحيتين ما هو على حسب فيه ناس بيبقى عندهم ضيق في عين واحدة أو انسداد في عين واحدة فيه ناس بيبقى عندهم في العينتين يعني قصدي حسب التشخيص الطبي بالضبط إذا الطبيب أشار أنه يتعامل في النحيتين يبقى المشكلة في النحيتين ده هاي وما نستعجلش النتيجة يعني فيه ناس برضو كتير بتروح وبعدين بعد شهر شهرين تبقى الآن تروح لحد تاني يقول لها نفس الكلام أو يقول لها بطريقة مختلفة تفضل بقى إيه؟ تبقى الآن لا الموضوع مش مقلق ومحتاج صبر جدا 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 طب هي النتيجة اللي هما بيستعجلوا عليها يعني حديك قلتي أنه النتيجة أنه هو بيلاقي الدموع والإفرازات ما وقفتش وهي عمرها ما حتوقف إلا لما الديء أو الانسداد ده يبتدي أنه يتحس تمام يعني إنما الطبيعي أنه ما يبقاش فيه دموع طبعا ما ولا دموع ولا إفرازات لا دموع ولا إفرازات لأنه برضو أنا آسف يعني ده خطأ شائع أنه فيه ناس فكرة أن الأطفال اللي عندهم شهرين أو ثلاثة ومع بيعياته من غير دموع فكده عندهم منسداد في القناة دموعية لا ده الطبيعي ده الطبيعي يعني هما ما بيبدأش عملية بقى دموع إلا من ست شهور زي ما حضرتك قلت تمام وحضرتك برضو طالبتي بأن الأهل يصبروا عشان يحصلوا على النتيجة بالزبط يصبروا ومع طبعا المتابعة مع الدكتور العيون اللي هو أول مرة شافه عشان هو يبقى عارف البروجراشن بتاعه وعمل إزاي بعد سن سنة بقى بنبدأ نفكر في حلول تانية أو حلول إحنا بقى بنتدخل بحلول تانية طيب إحنا هنقف عند سن سنة بقى علشان دلوقتي لازم نطلع فاصل يبقى إحنا كده خلصنا السنة الأولى وقلنا إن الحل المتاح أمامنا هو عملية التدليق وشرحناها بكل تفصيل وهنقول بقى إيه اللي هيحصل بعد سن سنة يحكى أنه مازال متواصل خليكم معانا هنطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل حوارنا مع الأستاذة الدكتورة ريام حلم خليكم معانا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه وهي الجزء التاني من حوارنا مع الأستاذة الدكتورة ريام حلمي استشاري طب أمراض عيون الأطفال وعلاج الحاول وتصحيح الإبصار بكلية الطب قصر العيني وزميل كلية الملكية البريطانية اتكلمنا في جزء الأول عن حاجات كتير مهمة اتكلمنا عن الأطارات اللي بياخدها الأطفال بعد الولادة اللي هي الأطارات المضادات الحيوية اتكلمنا عنها باستفادة واتكلمنا أيضا عن موضوع القنوات الدمعية سواء في حالات الانسداد الجزئي أو الانسداد الكلي وقلنا برضو معلومات الحقيقة مهمة جدا بدأوا حضراتكم اللي بينضموا إلينا دلوقتي بس في الحلقة إنهم لازم يشوفوا الجزء الأول على وسائل التواصل طبعا بنكمل بعد الوقت يا دكتورة ريهام وقلنا إن احنا موضوع التمارين اللي بنعمله بالصباح الصغير وشرحناه بكل تفصيل علشان القنوات الدمعية قلنا إنه هو ده الحل المتاح حتى عمر سنة بعد عمر سنة قلتي لا ممكن لو المشكلة استمرت بيكون فيه تدخلات أخرى تفضلي بقى حضرتك الشرح لنا إيه التدخلات يعني بنبدأ بقى بنقول للأهل إن إحنا يعني حنفضل كده لغاية سنة سنة فمنستعجلش يعني النتيجة بعد سنة سنة ممكن نعمل إحنا بقى تسليك للقناة الدمعية إحنا كأطباء إحنا كأطباء التسليك ده بيبقى عملية بسيطة قوي هي ستيل عملية بس هي عملية بسيطة يعني لو التسليك ده منفعش ساعات بنعمل تسليك مع إن إحنا بنركب أنبوبة عشان تحفظ لنا مجرى القناة الدمعية يفضل مفتوح طول الوقت بعد شوية لو ده يعني لو هو التركيب الأنبوبة دي ما بتحصلش يعني أنتو بتعرفوا بعد إجراء العملية إذا كانت العملية دي فعالة ولا لا ولا أثناء العملية نفسها لا على حسب على حسب درجة الديء أو الانسداد يعني يا إما تسليك ممكن تحتاج تسليك بس ممكن تحتاج تسليك ونركب أنبوبة ممكن بعد كده بقى في مرحلة متأخرة قوي بنعمل بقى يعني بنركب أنبوبة دائمة وبنوصل يعني بنعمل فتحة ما بين القنوات الدمعية والأنف دي بتبقى عملية أكبر شوية بس معظم الأطفال يعني عشان برضو نطمن الناس إنه 80% من الناس أو من الأطفال أو البيبيهات اللي بيحصل لهم كده عند سن سنة لو اتبعوا فعلا التعليمات بتاعت الطبيب كويس الموضوع ده بيروح تماما لأنه هو ما بيبقاش يعني بيبقى مش حاجة جمدة قوي يعني نقدر نقول بمعنى آخر أن 20% فقط من الأطفال هم اللي بيحتاجوا هم اللي بيحتاجوا التدخل الجراحي ومن نسبة بقى العشرين في المية دي كتير منهم بيستجيبوا للخطوة الجراحية الأولى وهي التسليك يعني النادر هو بقى اللي بيكون فيه العمليات التصعيدية الأخرى طيب يعني زي ما سمعتوا كده جماعة يعني الموضوع 80% من الأطفال بتتحل عندهم هذه المشكلة باتباع التعليمات اللي بيقولها طبيب العيون لحضراتكم كأباء ومهات يعني أنتوا جزء أصيل من العلاج قبل ما نقفل هذا الموضوع يا دكتور ريهام هو ترك هذا الأمر بلا علاج مثلا المضاعفات بتاعته إيه عشان ممكن ناس تقول إيه طب يعني ما نسيبه يعني مش مشكلة أو معه شوية دموع أو إفرازات إيه بقى المشكلة اللي ممكن تترتب على إهمال العلاج لأن فيه ناس بتهمل سواء عن قرار شخصي يعني هم قرروا كده أن الأمر هين يعني أو ممكن ناس يقولوا والله إحنا مش عارفين نتابع أو مش عارفين نعمل إيه الإجراء السليم فإحنا عايزين برضو نحذرهم ونقول لهم إن إهمال الحالة دي ممكن يؤدي ليه ما هو إهمال الحالة دي إنت يعني أنت عندك يعني الإنساذ الداد أو الديء ده بيولد نوع من أنواع العدوى والبكتيريا والشديدة جوه العين يعني الإفرازات دي عبارة عن إيه برعا عدوى بكتيرية جوه العين العدوى دي بقى ممكن تتفاقم لقدر الله آه الإفرازات دي تخيل بقى العدوى دي تتفاقم وتوصل يعني جوه العين يعني ممكن العين طبعا طبعا العلاج أصعب بكتير آه طبعا طبعا يعني هو جماعة عشان كده بنقول يعني على فكرة ده في الطب بشكل عام مش بس طب أمراض العيون كل ما تم التعامل الطبي في وقت مبكر وتم التشخيص الصحيح عند أهل العلم والوعي بالمشكلة والتعامل معها مبكرا كل مكان أفضل التأخير يعني فيه مثلا يقول كل تأخير وفيه خير ده لا ينطبق خالص على الطب وفي نفس الوقت الحقيقة أنا شايفه الآن نطبق على الحياة يعني أصلا يعني ما فيش ليه إيه اللي يدعونا للتأخير ما كل حاجة تتعمل في موعدها المناسب وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خالق آليات طبيعية للحماية أو يعني لاستخدام العين فمن ضمن الآليات دي لما بيكون فيه مشكلة بقى فإحنا نتدخل بقى إحنا طبيا علشان الآليات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها ترجع يعني فهمين قصدي يعني إحنا مش بنخترع إحنا كل مهمتنا في الحياة أن نحافظ على ما خلقاه المولى عز وجل طيب نروح بقى الموضوع تاني يا دكتورة ريهان الموضوع عتامت عدسة العين أو المياه البيضاء أو الكلام ده كله كان مرة شفت حد في أحد وسائل الإعلام يعني وأنا بقول دايما ده بشكل حقيقة متكرر أنه في بعض البرامج فيها فوضى يعني برامج الطبية يعني في فوضى يعني فوضى مش عايزة أقول كلام تاني يعني فوضى دي أكثر كلمة مهزبة الواحد بيجاهد نفسه عشان يقولها يعني فقال أنه المياه البيضاء زي الشعر الأبيض يعني قال كده حرفيا قال المياه البيضاء زي الشعر الأبيض ما تحصلش غير مع كبار السن تمام فالحقيقة أنا شايف يعني أنا بمعلوماتي المتوضعة وتخصصي بقى البعيد عن العيون أنا شفت أن الكلام ده مش مظبوط يعني أنه ما فيش حاجة اسمها أن المياه البيضاء زي الشعر الأبيض فما ينفعش يحصل إلا لكبار السن فهطلع أنا نفسي من الموضوع خالص وعايز حضرتك بقى تفصل لنا في هذا الأمر هل المياه البيضاء أو عتامة عدسة العين قد تحدث للأطفال؟ طبعا 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 يعني طبعا يا رب يكون بيتفرج علينا هو المياه البيضاء على فكرة أو الناس اللي كانوا بيتفرجوا على الحلقة دي يكونوا بيتفرجوا علينا هو المياه البيضاء دي هي إيه؟ هي إيه؟ هي المياه البيضاء دي عبارة عن لحبطة في الفيسيولوجيا الطبيعية بتاعة العدسة اللي ربنا خلقها تمام فهتعمل عتامة في العدسة العتامة دي ممكن تحصل لبيبيهات أو يعني أطفال ممكن تحصل لكبار ممكن تحصل يعني ميدل اي يعني الناس اللي هم متواصلين لعمر ممكن تحصل من خبطات ممكن تحصل من أمراض لا يعني هي مش مرتبطة بالشيخوخة فقط لا طبعا تمام طيب لما بتحصل في الأطفال علاجها بيبقى زي الكبار يعني أو هي علاجها لابد من يعني تغيير العدسة المعتمة دي بعدسة شفافة بوسي يعني نرجع بس شوية إحنا أصلا نكتشف القصة دي إزاي طيب أولا طبعا أنا أعتقد قلنا في الجزء الأولاني أنه لازم الأم والأب يعني يكونوا وعيين بتصرفات أطفالهم اللي قد تستدعي الشك ناحية التوارس وفي نفس الوقت الفحوصات اللي المفروض أي اتنين بيعملوها قبل الجواز وجواز الأرايب كل الحاجات دي ممكن تعمل لنا مشكلة جينية بتبقى يعني بتتوارس من الأب أو الأم وتعمل قصة المياه البيضاء دي أو أي بقى عيب خلقي الأم وهي حامل أوقات كتير بتلتقط أنواع معينة من العدو زي مثلا الحصبة الألمانية زي الجدير المائي زي لغض النكافي فيه يعني حاجات كتير دي ممكن تعمل ممكن تؤدي إلى ممكن تؤدي إلى بالضبط الأطفال نفسهم أو البيهات نفسهم لما بيتولدوا سعاد بيب عندهم مشاكل معينة أمراض معينة يعني مثلا حاجة اسمها جالاكتوزيميا جالاكتوزيميا دي يعني أنت أكيد قادرة مني نقص إنزيم معين نقص إنزيم معين بيخلي الشخص مش قادر إنه هو يستعمل أو جسمه مش بيستعمل جالاكتوز بشكل طبيعي فبيأثر لنا على العدسة بتاعت العين لأن هي يعني أحد مكوناتها هذا الجالاكتوز يعني فبيحصل لنا قصة العتام مع أمراض تانية زي مثلا متلازمة الداون طفل اللي هو الداون سندرو ففي أمراض كتير يعني أحنا دلوقتي بنقول إنه التشخيص خطوة مهمة قوي وفي حالات كتيرة قوي ممكن يكون لقدر الله ممكن يكون الجنين معرض أن يحصل له عتامة في عدسة العين أو بعض الحالات الأخرى هنطلع برضو لفاصل دلوقتي ونرجع نتكلم بقى في العلاج هل علاج حالة عتامة عدسة العين أو المهل بيضاء نفس العلاج اللي هو اللي بيجرى للكبار ولا لأ وإن شاء الله كمان في الجزء الأخير بقى من الحلقة هنتكلم عن موضوعات أخرى حسب طبعا ما يسمح الوقت إن شاء الله خليكم معنا لسه حوارنا ممتد مع الأستاذة الدكتورة ريهام حلمي يحكى أمنا مازال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة اللي ضفتنا فيها الأستاذة الدكتورة ريهام حلمي استشاري طب أمراض عيون الأطفال وعلاج الحاول وتصحيح الإبصار بكلية الطب قصر العيني وزميل الكلية الملكية البريطانية في نهاية الجزء السابق وقفنا عند تشخيص حالة عتامة عدسة العين أو المياه البيضاء وأكدنا أو أكدت الأستاذة الدكتورة ريهام حلمي مشكورة أن هذه الحالة ليست يا جماعة مرتبطة بكبر السن زي ما كتير قوي فاكرين وللأسف زي ما حكيت لكم في الجزء السابق يعني وحكيت للدكتورة ريهام أنه كمان يعني فيه لغة أو فيه التباس مفاهيم عند بعض الأطباء كمان فإحنا بنحذره بنقول لا إن الحالة دي لقدر الله طبعا قد تحدث للأطفال والدكتورة ريهام حلمي مشكورة شرحت لنا الظروف كتيرة أو يعني محفزات كتيرة ممكن بسببها تحصل هذه الحالة المعقدة عند الأطفال وإفنا عند العلاج نعالج إزاي بقى الحالة دي طبعا بعملية أيوان بس عايزة أقول برضو حاجة مهمة قوي إنه في العتامة اللي بتحصل في الأطفال مش شرط إنه طالما في عتامة في عدسة العين في الطفل يبقى الطفل لازم هيعمل عملية مش شرط لأنه زي ما قلت الجين اللي هو المسؤول عن القصة دي اللي بتحصل النمو بتاع العدسة ما بيبقاش كامل فالنمو بتاع العدسة لما بيبقى مش كامل أوقات بيعمل لنا عتمات في أجزاء معينة من العدسة مش في كل العدسة ممكن يبقى في كل ممكن يبقى في جزء جزء ده ممكن يكون مؤثر على الإبصار جامد ممكن ما يبقاش مؤثر خالص فالحاجات ما بتبقاش بالفحص هو بالفحص بيبان مش بيبان بعد قد إيه لازم بيبان بالفحص أنه نوع فيهم اللي مؤثر النوع اللي مؤثر هو ده اللي لازم التدخل الجراحي فيه أو يعني أننا نعمل عملية للطفل لكن فيه أنواع بيعيشوا كده مدى حياتهم ممكن يروحوا لدكتور وهم كبار يقولهم ده أنتو عندكم مياه بيضة من زمان لكن بس هو ما حصلش تدخل مع الإبصار أو ما أثرش على حدة الإبصار ده حقي تمام يعني ده برضو ربنا يطمن قلبك يعني أنت كده بتقول لنا أنه مش كل حالات عتامة عدسة العين حلها جراحي قد يكون مجرد فلو أب أو متابعة طب هل في الحالة دي حتى ما بيلبسوش نظارات أو كده فيه وفيه على حسب فيه وفيه على حسب تأثر الإبصار بالضبط تمام وفي حالة إجراء العملات الجراحية العملية بتكون برضو العملية بتبقى سالسة أوي لدلوقتي أصلا عمليات المايا البيضة حصل فيها طفرة كبيرة جدا موجات فوق صوتية مفيش جراحة مفيش مفيش خيوط مفيش مفيش أي حاجة من الحاجات زيهية يعني ده حتى فيه دلوقتي بالفامتو فامتو ليزر بنعمل بنشيل المايا البيضة وبنزرع عدسة مكان العدسة اللي هي مع التمة دي بس برضو إحنا في الأطفال زرع العدسة ده بيبقى ابتداء من سن سنتين مش قبل كده لأنه قبل كده بيحصل بيبقى عرضة أنه الطفل يحصل له يعني التهابات كتير ورياكشن من العدسة أو رياكشن أو رياكشن يعني يحصل رد فعل من الجسم تجاه العدسة يعني بيفضل أنه بعد سن سنتين أنه نزرع العدسة للطفل الفرق بين الأطفال والكبار أنه في الأطفال زي ما أنا قلت الحلقة اللي فاتت لو الماء البيضة دي في عين واحدة فطبيعي العين دي هتبقى مكسلة فإحنا مش بس بنشيل الماء البيضة ويعني مش بس إجراء الماء البيضة لأ إحنا لازم نعالج الكسر الشخص الطفل يقدر يشوف بالعين دي فما ينفعش لو نعمل عملية وخلاص كده عشان كده أنا قلت للمشاهدين الأعزاء لازم يشوفوا الجزء الأول من حلقتنا اللي كانت الأسبوع الماضي لأنه كان فيها معلومات الحقيقة بالغة الأهمية لأنه دكتورة ريهام الحقيقة وضحت لنا أنه فيه إجراءات علاجية كتير ما بتبقاش لنهاية القصة في الإجراء نفسه ولكن فيه مثلا فيه نظارات بتتلبس بعديها أو فيه تمرينات بتحصل بعديها أو ما إلى ذلك أرجوكم ارجعوا لهذا الأمر على وسائل التواصل الحلقة متاحة سواء كاملة أو مقسمة يعني كل واحد يشوف الجزء اللي هو عايزه أو اللي عايز يشوف الحلقة على بعضها نتطرق إلى موضوع جديد والحال موضوعات كتيرة وشكلنا هنطلب من حضرتك جزء ثالث بس يمكن بعد فترة تكون التزامات حضرتك تكون أخف شوية عايزين نتكلم عن الإصابات الخاصة بالعين يعني الإصابات بشكل عام ولو عرفنا برضو نتكلم عن حساسية الضوء الأطفال أو حتى الكبار اللي عندهم حساسية ضد حضرتك تكلمينا كده عن إصابات العين طيب هو إصابات العين دي يعني عشان نبدأ نعرف هي يعني الإصابات دي هتعمل إيه في العين لازم الأول نعرف نوع الإصابة يعني في إصابات بتبقى يعني مثلا كورة مثلا يعني حاجة كده خبطة بوكس وفي إصابات يعني حاجة بتخش جوه العين وفي إصابات كيميائية فكل حاجة من دي لها يعني لها حاجة وليها سكة مختلفة خالص يعني إصابات اللي هي عموما يعني نقول إصابات التروما مثلا اللي هي الخبطات أنا بس عايز أقول حاجة في الأول إن إحنا أي شخص يتخبط في حاجات كده محزير منفعش إن إحنا نعملها إلا لما نروح للدكتور أيوة دعك في العين لأ نفعش نحط مية جوا عينه ما ينفعش نستعمل أطارات من نفسنا هنعمل إيه طيب شاشة نظيفة أو غيار معقم على العين ضد دعف أي صيدلية هنغطي العين بس يعني ده نقدر نقول الفيرست أيو أو علاج الإسعافات الأولية بالزبط ممنوع دعك في العين ممنوع مية ممنوع أطارات بدون إشرف طل بالزبط والحل إن إحنا نحط شاشة طبية غطاء معقمة على العين لغاية لما نروح للدكتور مش لغاية لازم نروح على طول لأن دي إصابة دي حالة طرقة بالزبط إيه اللي ممكن يحصل بقى في الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم يعني لو هي حاجة كده بس مجرد قلنا ممكن إصابات التروما أو الخبطات اللي هي ممكن الأطفال بيلعبوا مع بعض أو لعبة بوكسنج كورة أو حاجات بنتريتنج لقدر الله دخلت جوه العين أو حاجات كيميائية بالزبط الخبطات اللي هي التروما اللي هي من برد من الخارج دي ممكن تعمل لنا حاجات كتير يعني ممكن يبقى عندنا مجرد حاجات خارجية تورم خارجي حاجات من زرقان حوالينا العين كده تبقى بس حاجة خارجية وتورم شديد ومش شرط العين نفسها تتأثر من جوه يعني ممكن يحصل لنا بقى جوه العين حاجات كتير برضو من قرح في القرانية من خدوش في القرانية قرح في القرانية أنزفة داخلية جوه العين أبتوا أنه ممكن يحصل لي بقى انفصال شبكي لقدر الله لقدر إنما البنتريتنج ده حاجة دخلت جوهين ده ده أبشع يعني أبشع أنواع الإصابات أصعب أنواع الإصابات لأنه بيحصل تمزق في الأجزاء أو الطبقات العين سواء القرانية أو الصلبة الجزء اللي هو الأبيض أو برضو أو في الشبكية يعني حاجة جسم غريب يدخل جوه العين دي حاجة بتبقى بتبقى صعبة جدا بالبلد كده لو الإصابة جمدة قوي العين بتتصف يعني أبتوا أن العين بتتصف وعايز ألف تنظر بالزد في الجزء ده أنه كتير قوي من الأطفال بيجي بالذات في الأعياد وكده بسبب المسدس المسدس اللي هو اللي بيطلع منه الأسل اللي بيطلع منه الطلقات اللي بيطلع منه خرز خرز ده أبشع أنواع الإصابات أنا كنت لسه هقول لحضرتك أن فيه ألعاب أطفال وللأسف يعني بتباع وأنا مش عارفة متدولة ليه الفوت دي تتمنع بتباع بكسافة كبيرة جدا جدا ودي حاجات مجرمة قانونا يعني دي الحاجات اللي هي زيالة حديقة بتقولي عليها المسدسات دي اللي بتطلع خرز والحاجات دي كلها بقت دي ممكن فعلا تعمل كوارث وأنا آسف في الكلمة يعني بنلاقيها بتتباع على الأرصفة يعني بشكل كده يعني متاح جدا فوت فعلا تتمنع فالجزء اللي هو التالت بقى اللي هو الحاجات اللي هي الكيميائية أي حاجة كيميائية دخلت في العين كلور بقى في ناس يعني رزاز معين أمير ده بقى من الحاجات اللي مشهورة ومنتشرة قوي في الأطفال يعني بيفتح إزازة الأمير الأمير يدخل جوه عين فعينه بقى إيه تلزق في بعض وما يقدرش إن هو يفتح تلزق في الأمير ده مادة حريقة بتحرق كل الأجزاء بتاعة العين القرانية بتاكل طبقات العين بتاكل طبقات العين كل حالة من الحالات التلاتة في إصابات العين هي حالات طرقة كلها حالات طرقة كلها حالات تستوجب الكشف الطبي الفوري مش الكشف الطبي المؤجل وكلها ليها تدخلات ليها تدخلات وعايز أقول برضو إن إحنا برضو مش معنى إن أنا رحت مثلا دكتور طمني إنه هو تمام وكله كويس إنه هيفضل كده على طول كله كويس لأ الشخص اللي بيتخبط ده أوقات كتير بعد وقت معين فترة من الزمن ممكن تبقى قصيرة ممكن تبقى طويلة يحصل له مشكلة يعني وارى بقى في الشبكية يعني يحصل له انفصال في الشبكية أو قطع ما يبقاش باين يبان ودي بقى كرسة أكبر فهنا برضو المتابعة ضرورية يعني إنه إحنا نسمع الكلام بالزبط نسمع الكلام الدكتور اللي يقولنا عليه نعمله يا جماعة بصوا يا جماعة يعني الحديث لا ينتهي والموضوعات لا تنتهي وأنا متأكد أن حضراتكم هتبعتولنا لسه أسئلة كتيرة وعن يعني أنا شخصيا كنت عايزة يعني فيه سؤال كان عندي أنا شخصيا على الصفحة عن حساسية الضوء ومشاكل لسه الجفون وحاجات كده فأكيد هنستكمل الحوار يعني لكن اللي عايزة أقوله طبعا بعد شكر ضفتنا العزيزة الدكتورة ريهام حلمي إنه كتير قوي من الإصابات بتاعت العين أو يعني مش عايزة أقول الحاجات الطرقة اللي بتحصل في عيون أطفالنا أو حتى عيون الكبار يسهل منعها بالوعي وبالضمير وبأن الناس يعني تفهم أطفالها إنه مثلا إنه فيه ألعاب مؤذية وإنتوا لازم تبقوا وعيين لده يعني كان من من سنوات كان فيه مشكلة البومب والألعاب النارية والحاجات دي كلها والأسف وما زالت والصواريخ والصواريخ والألعاب النارية دي بتعمل إصابات رهيبة يعني رهيبة يعني وبيبقى المصيبة أو الكارثة إن دايما الإصابات دي بتكون مرتبطة بدقوس احتفالية فلا تحولوا البهجة إلى مقاسي أو كوارث لا قدر الله إحنا مش بنفول إحنا بنحذر إحنا مش بنستحضر الحاجات الوحشة إحنا بنوعي وبنقول لكم خلوا بالكم من نفسكم خلوا بالكم من أطفالكم واشرحوا الأطفالكم إن فيه ألعاب خطيرة واشرحوا الأطفالكم إن فيه مواد خطيرة زي المواد الصمغية والحاجات دي كلها والمواد الكيميائية والحاجات دي كلها ده دوركم ودورنا إن احنا برضو ننبهكم وسبحانه وتعالى ربنا يعني يلهمنا القدرة والقوة جميعا بقى أطباء وأباء وأمهات وأطفال على حماية أنفسنا لكن يعني استوعبوا كده اللي تقال هتلاقوا إن في حاجات كتيرة قوي حصلت أو بتحصل وبتكون الأسباب ممكن نحنا نمنعها وفي مشاكل بتحصل لما عرفنا مثلا إن إحنا لما يحصل إصابة في العين ما ندعكش في عيننا ما نحطش فيها مية ما نستخدمش قطرة من غير استشارة طبية ده علاج ده 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 علاج أولي هام جدا جدا لغاية ما نذهب إلى أهل التخصص أرجوكم العين يعني غالية وكل سنتي وكل ملي في أجسامنا وأجسام أطفالنا غالية ومعجزة من ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعني مستأمن عليها وبيطلب مننا إن إحنا نحافظ عليها بنشكر لسازة دكتورة ريهام حلمي استشاري طب وجرحت العيون والحول وتصحيح الإبصار بكلية الطب قصر العين وزميل كلية الجرحين الملكية البريطانية بنشكرك فعلا وأنا بشكرك بالنيابة عن يعني الأباء والأمهات اللي استفادوا واللي هيستفيدوا لما يتنقلوا هذه المعلومات على وسائل التواصل ويبلغوا بها بعض علشان ننشر الوعي أكتر والناس تعرف أكتر فنتجنب مشاكل إحنا أكيد في غناءنا بشكركم جدا جدا وإن شاء الله أشوف حضراتكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يوحكا سلام عليكم